متابعي قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة وتتوالى تحديثات اوبن اي اي على شات جي بي تي خصوصا بعد الكمبلينز الاخيرة والشكوى من عدم الرجوع الى المودلز السابقة لحد مبارح اتكلمنا ان في الخطة بلص يمكنك ان انت تروح للاعدادات للسيتنج وتروح تختار حاجة اسمها شو الليجاسي مود يعني كنا بروح للسيتنج هنا وكان في عندنا حاجة هنا اسمها شو الليجاسي مودلز دلوقتي احنا عندنا كل المودلز دلوقتي متاحة داخل الخطة البلص وحتلاقي اتغير شو الليجاسي مودلز بقى موجود شو اديشنال مودلز لما بتفعلها لما بتجي تروح هنا للقائمة المنسادلة لاختيار النمازج حتلاقي موجود في الليجاسي مودلز جي بي تي فور او جي بي تي فور بوينت وان او ثري او فور ميني تقدر انت تتنقل ما بينهم وتستخدمهم كمان حتلاقي عندك الجي بي تي فايف اختلفت الاختيارات او القائمة المنسادلة الخاصة بيه حتلاقي عندك الاوتو والفاست والثينكينج ميني والثينكين كان ظهر عندنا الاول الجي بي تي فايف والجي بي تي فايف تينكينج والبرو لازم تعمله اوبجريد دلوقتي بقى فيه موجود الاوتو decides how long to think انت بتقرر قد ايه بيفكر وفيه عندك الفاست اللي هو انستنت انسرز اجابة حالية وعندك الثينكينج ميني وايضا الثينكينج بالنسبة ليه الثينكينج ميني بيفكر ولكن بشكل اقل في الوقت من اللي بياخده الثينكينج اللي بيفكر بشكل افضل وبيقولك كل ما حيفكر بشكل افضل او اختيارك ليه حيديك بيتر انسرز فبالتالي اكيد التاسكس اللي محتاجة منك نتائج دقيقة جدا والمسائل المعقدة حيكون مناسب لها للثينكينج رغم الوقت اللي بياخده ده برضو كان يعني بعض الملاحظات كانت من المستخدمي جي بي تي فايف ان ثينكينج بياخد وقت طويل جدا فهو عمل لك حاجة كده في النص ما بين الثينكينج والعادي اللي هو الثينكينج مني وفي عندك كمان الفاست لو انت عايز اجابة في وقتها على طول وزي ما قلت لك برو موجود في الابجريد اللي هو الخطة البرو وانا جربته على جينسباركي اي لو انت حابب ان انت تجربه ممكن ان انت تجربه بشكل مجاني لان هو بيديك ميتين نقطة يوميا فممكن ان انت تعمل تاسك باستخدام البرو على جينسباركي اي وان شاء الله هنجربه مع بعض في فيديو قادم ولكن حبيت ان انا اقولك ان ان انت دلوقتي تقدر تغير للموديلز المختلفة براحتك جدا ولكن ما تنساش زي ما قلت لك ان انت تروح للسيتنج وتفعل الشو اديشنال موديلز عشان تظهر لك كل الموديلز في الخطة بلاصل في الخطة المجانية حتى الان ما ظهرش خالص هذا الابشن او هذه الميزة كنت متوقع ان يظهر على الاقل الاختيار ما بين جي بي تي فايف وشاة جي بي تي فور او ولكن قد تكون هذه الخطوة القادمة من شركة اوبني اي نحن فيها الانتظار وان شاء الله اوفيكم باي تحديث جديد شكرا لكم اشوفكم فيديو قادم باذن الله تعالى ازاي ما قلت لك في نهاية كل فيديو منساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد لو كنتم من متابعين الاعزاء ولو كنتم بتشوفهم لأول مرة منساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته